منخفض جوي يرفع مستوى معاناة المواطنين في اكثر من محافظة هكذا تقول المشاهد الشاهدة على معاناة جديدة يواجهها اليمنيون وفقا لحصيلة اولية اعلن عنها مساء امس الاربعاء بحضر موت فقد جرفت السيول بمدرية القطن خمسة اطفال من اسرة واحدة فيما توفي في غيل باوزير اربعة مواطنين في حادث مروري جراء تدني الرؤية النتجة عن المنخفض وفيما تضررت عدد من المنازل والمساحات الزراعية في مدرية حجر شهدت مناطق اخرى انزلاقات صخرية تسبب بعض ضرار بالغة لم يضرب المنخفض بشكل مفاجئ فمنذ قرابة اسبوع ارتفعت الاصوات المحذرة من المنخفض الذي سيضرب المهرة ثم حضر موت ومحافظات اخرى تحذيرات وجهت في ضوئها اللجنة العليا للاغاثة السلطات المحلية في محافظات حضر موت سقطر المهرة شبوة بتشكيل غرف عمليات ولجان وفرق طوارئ وانقاذ تحسبا لاية فياضانات او سيول ناتجة عن المنخفض المداري محافظات لم تلبث توقعات الارصاد انحذرت من ذهاب المنخفض ابعد منها ليطال عدن ومحافظات اخرى توقعات ترفقت مع تكرار التحذيرات للمواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في مجاري السيول اثناء او بعد هطول الامطار مع وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة هذا بيتي الان احنا غرقنا المرة الثانية خلال شهر واحد فقط اليوم تاريخ اربعة يونيو الفين وعشرين تحذيرات يستقبلها كثيرون ممن القت بهم الحرب في خيام الشتات او اولئك الذين حبسهم الفقر في منازل من طين بعلامات الدهشة والفجيعة خوفا ان لا يصمد ما اواهم امام العواصف والامطار التي اكد مواطنون انها فاقت ما شاهده ابان اعصاري تشابالا تخوفات تضع على عاتق الجهات المعنية مسئولية مضاعفة الجهود لانقاذ حياة الابرياء عبر كل سبل الوقاية اللازمة وكل طرق الانقاذ الممكنة جهود تجد صداها لدى شعب يبادر للثناء على كل بادرة تؤكد روح المسئولية وهو ما تجلى في التداول الواسع لمقطع تظهر فيه احدى طائرات المنطقة العسكرية الاولى وهي تنفذ عملية انقاذ ناجحة عصر امس الاربعاء لمواطن حاصرته السيول الجارفة في مدرية القطن بمحافظة حضرموت فهل يتوازى مع التفاعل الشعبي جهد مضاعف على المستوى الرسمي سؤال ترتبط بالاجابة عليه حياة كثيرين معلقة باداء مسئولين اشتركوا في القناة